اهلا بكم وصع البنك المركزي الاردني خدمات تحصيل الفواتير الكترونيا عن طريق شركة مدفوعاتكم لدى مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة وتم التوقيع مع مانة عمان لاضافة خدمة رخص المهن وخدمة تحصيل الرسوم لدى دائرة مراقبة الشركات وخدمات لدى دائرة ترخيص السواقين والمركبات كما تمت اضافة 66 خدمة لدائرة الجمارك الاردنية وغرفة تجارة عمان ومركز تكنولوجيا المعلومات كما تم توسيع الخدمات الالكترونية لسلطة المياه في كافة مناطق المملكة بعد اضافة خدمة تزديد الفواتير محافظة البنك المركزي الاردني دكتور زياد فاريز اكد خلال توقيع الاتفاقيات ان فوائد نظام المدفوعات تقليل التكلفة والجهد على المواطنين وتزيد من امن دفع وارسال الامول اليوم الحمد لله احنا عنا تقريبا اكثر من 150 خدمة تقدم من خلال نظام ايفواتيركم خدمة دفع منها تقريبا 100 خدمة بتخص القطاع العام ومتأمل ان شاء الله خلال الاسابيع القادمة انه مثل هاي الخدمات تضاعف شكل كبير حتى الان تقريبا في حوالي عام احنا اطلقنا هذا النظام اللي هو بشراف البنك المركزي في حوالي 450 الف حركة تمت عليه بمبالغ تصل لحوالي 40 مليون دينار تم توقيع ملحق اتفاقي جديد يمكن المواطن والمستثمر واي متعامل مع مديرية الجمارك بان يدفع الكترونية من خلال انترنت دون الوصول الى الدوائر المختصة هذا الاجراء يأتي من قبيل التسهيل على المواطن توفير الوقت والجهد على المواطن وايضا منع التلاعب والخطأ الفردي وتقليل الخطأ البشري في هذه الانظمة سجلت الموازنة العامة عزا ماليا خلال الشهور العشرة الاولى من العام الحالي بحوالي 835 مليون و600 الف دينار مقابل عز بلغ 696 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي وتحقق العز نتيجة انخفاض حجم الإيرادات والمنح الخارجية الى 5 مليارات و300 مليون دينار وبنسبة 5.5% عن ذات الفترة من العام الماضي وانخفاض النفقات الى 6 مليارات و100 مليون دينار وبنسبة 2.7% واظهرت نشرة وزارة المالية الصادرة اليوم ان حجم الإيرادات المحلية بلغ في اول 10 اشهر من هذا العام نحو 5 ملايين دينار نتيجة زيادة الإيرادات الضريبية الى 3 مليارات ونصف المليار دينار وتراجعها من الإيرادات الاخرى الى 1.4 مليار مليون دينار ومن الاقتطاعات التقاعدية الى 15 مليون دينار اما صافي الدين العام لنهاية تشرين الاول الماضي فارتفع بنسبة 9.9% عن مستواه بنهاية العام 2014 ليصل الى 22 مليار و500 مليون دينار حيث بلغ رصيد الدين الخارجي 9 مليارات ونصف المليار دينار وبلغت اقصاط وفوائد الدين الخارجي 81 مليون و800 ألف دينار اما رصيد الدين الداخلي فارتفع الى نحو 13 مليار دينار قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف ان استقرار اسعار النفط عند مستوى 55 دولار يبقي معادلة تسعير الكهرباء متوازنة مؤكدا ان الحكومة لن ترفع اسعار الكهرباء في ظل معادلات النفط الحالية واضاف خلال اجتماع مع اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب عبد الرحمين لمناقشة موازنة وزارة الطاقة والمؤسسات التابعة لها لعام 2016 ان انخفاض اسعار النفط واستيراد الغاز الطبيعي انعكس ايجابا على شركة الكهرباء الوطنية حيث تقدر خسائرها للعام الحالي بنحو 240 مليون دينار وفي مجال الصخرة الزيتي اكد الوزير ان الشركات لم تتخلى عن مشاريعها في الاردن رغم انخفاض النفط وانما طلبوا تمديد مدة الاتفاقيات مع الحكومة رئيس هيط طاقة الذرية دكتور خالد توقان اكد ان التشغيل الساخن للمفاعل البحثي سيكون في شباط المقبل وهو انجاز تاريخي للاردن اما بالنسبة لمشروع اليورانيوم فاكد توقان ان الاحتياطيات المثبتة حتى الان تقدر بنحو 37 الف طن في المملكة متوقعا زيادتها مع بداية العام المقبل بعد سلسلة ارتفاعات في اداء بورصة عمان تراجع مؤشر اسعار الاسهم 24% في نهاية تداولات جلسة اليوم في حين بقي حجم التداول ضمن مستويات ضعيفة واظهرت مؤشرات البورصة انخفاض الرقم القياس العام لاسعار الاسهم لاغلاق اليوم الى 1982 نقطة وحجم التداول الاجمالي بلغ حوالي 6 مليون و300 ألف دينار كما نلاحظ عدد الاسهم 5 مليون ونصف مليون سهم ونفذت من خلال 3653 عقد اما على المستوى القطاعي فقد انقفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 72% وللقطاع المالي 20% ولقطاع الخدمات 10% في حين جاءت مساهمة القطاع المالي الاعلى في حجم التداول بنسبة 64-13% قطاع الخدمات 19-21% واخيرا الصناعة بنسبة 16-66% اما شركات الاكثر اتفاعا في اسعار اسهمها فهي الموارد للتنمية والاستثمار بنسبة 9% تقريبا المصانع العربية الدولية للاغذية والاستثمار بنسبة 47-14% والاكثر انخفاضا كانت الفنادق والسياحة الاردنية بنسبة 37-39% اخيرا العربية للمشاريع الاستثمارية بنسبة 6-67% والا خبر اخيرا تنتهي في نهاية الشهر الحالي مهلة استفادة المكلفين من قرار الاعفاء من الغرامات بنسبة 25% في حال تزديد اصل المطالبات الضريبية المستحقة عليهم ودعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الذين تترتب عليهم ارصد الضريبية الدخل ومبيعات الى تزديد اصل المطالبة قبل نهاية الحادي والثلاثين من الشهر الحالي للاستفادة من قرار اعفاء الغرامات على المبالغ المترصدة عليهم وشمل قرار مجلس الوزراء اعفاء الغرامات والفوائد القانونية لمستحقات عام 2014 فما قبل